إزاي ممكن الإنسان يكتشف الشخص العنيف يعني أولا هل العدوانية دي صفة مكتسبة ولا الإنسان بيتولد عدواني ولا يعني هي لها سمات يعني إزاي أقدر أعرف أن الشخص القدامي ده عدواني فبالتالي ممكن يعبر عن نفسه بعنف لأنه الحقيقة بنشوف تصرفات عدوانية وفيها عنف من شخصيات لا يمكن أبدا أنه يبدو عليها ذلك زي مثلا فيه زوج قتل زوجته وهو طبيب وهي طبيبة ومتعلم ومثقف ومعندوش فالشخصية العدوانية دي أنا أكتشفها إزاي موسيقى ما فيش يعني الرينج بتاع العدوانية عند الإنسان فيه ناس ميالة للعدوانية أكتر من غيرها بأسباب جيني أو قد بيولد بجينات معينة أو قد بيتربى بطريقة معينة أو قد شاف نموذج من العدوانية في بيته فتبقى مختزنة في داخله كان ضرب كتير طبعا ضرب عملي نقول الخكاة دي محدش بيسمع لنا لما بنقول العقاب بالضرب ده سيء 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 محدش يعني محدش يقول ده صح هو هو مش عارفه وأنا ضربت وأنا صغير فبقت كويس كلام ده بقى غير مقبول الضرب ده ممكن يؤدي إلى عدوانية مكبوطة الضرب بيؤدي للطفل لما يكبر يبقى شخص عدواني ولا بيبقى شخص ضعيف مع أصلهية فيه مؤثرات كتيرة التجمع بتاع المؤثرات يؤدي إلى شخصية عدوانية شخصية ضعيفة شخص فاقد الثقة بالنفس تماما فبنضيش نقول الضرب حيؤدي إلى إيه لكن الضرب غلط من لا نؤدي يؤدي إلى مشاكل نفسية آين كانت يعني حسب بقى ما تاخده ظروف فيما بعد يعني ما زلت بسمع للأسف بسمع ناس كتير تقول آه بيجيب نتائج ومش عارفه وفيه آية بتقول مش عارفه ونخش بقى في السكة اللي هي يعني بنيدي شرعية لوسيلة ضارة لكي يستخدمها الناس فأنا بتكلم مرة تانية على الرينج يعني ده الرينج بين ناس كتير حسب الجينات وحسب التربية لكن من يصنع إنسان عنيف بهذه الصورة مش ولا التربية ولا الجينات إلا لهو مريض نفسه لكن اللي بيصنع حاجة تبدو غريبة إنه بيجد الإنسان يجد إنه هذه العدوانية تأتي بنتيجة خلي أخذ الغضب الغضب كمثال إنه الإنسان برضو رينج الغضب ده فيه واحد غضوب أكتر من واحد تاني بسبب جيناته وبسبب التربية لكن الكارثة بتبقى حينما يجد الإنسان إنه غضبي يأتي بنتائج أنا لما بغضب بمراتي إنه قدامي بيخضع بس بيسلموني بيدوني اللي أنا عايزه في العمل في وسيلة سهلة في وسيلة هيلة في فرض يعني فيه سراع قوة بين الناس وبعضها بين الطفل وأمه بين الزوج والزوجته طبعا بين الإخوات بين الشركة في العمل في الخدمة فيه سراع قوة أنا بستخدم السلاح اللي ينصرني يخليني أنتصر في سراع القوة فأنا بستخدم الغضب التهديد بالعنف أيام كان الحاجة اللي تديني الأجلي اللي تخليني أقدر أنتصر على الآخر وأفرض علينا ويعمل زي ما أنا عايز دي الخطورة إذن العنف ده موضوع متصاعد يعني ممكن اللي ضرب النهاردة حد حد من أسرته ابنه أو زوجته أو يعني يحصل أنه يضرب بعنف أكتر المرة اللي بعدها وبعنف أكتر ده مسألة متصاعدة طالما الطرف الآخر ما أبداش أي هي الطلامة دي بقى هي الطلامة دي كده الزوجة مثلا المثال الكلاسيكي الزوجة اللي بيعتدل عليها بدنيا لو هي خلته يدرك أنه بصورة غير وعية مش بعقل الواعي أو قد عقل الواعي بس أغلب الوقت مش بعقل الواعي أنه الضرب يعني خلاني أفرض عليها إراتي وخلاها تسكت ومش عارف إيه أعملها تاني على طول على طول يبقى الحل فيه دنين إيه بالآخر لا يقبل أيا كان الطرف ما هو فيه ستات بيعملوا مش ضرب لكن فيه سيطرة نوع معين العنف مش وهي البوز لما تديه البوز فضيع طبعا ده نوع من العنف وهي بتفرد عليه أنه تنتصر في صراع القوة استخداما للعنف أو استخداما للفلوس أو استخداما أيا كان شكرا